السلام القدسي لكم وعليكم أحبائي في هذا المنطقة السلام قدسي لك وعليك عفاك الله أستاذ عمنا سيدي نحن بدنا نتكلم أول شيء بما نقول دائما أن الميدان هو الحكم الأول في كل المعادلات بالمواقف العامة لكل الدول بالحروب المعادلات الجديدة تفرض على الولايات المتحدة الأمريكية أن تعيد حساباتها في كل العالم مش بس عنا ومن شان هيك عم نقول أنه الميدان العسكري هو الميدان الأول الميدان الإعلامي هو الميدان الثاني ولهذا أنا عندي رسالة إلى المثقفين العرب والإعلاميين العرب أيها الإخوة لا يمكن الإنسان أن يعيش حياة كريمة وسعيدة إذا كان يعيش ثارج طبيعته وخارج قناعاته الأموال لا تأتي بالسعادة على أحد أنا بعرف ناس راوية على الآخر ما عندوش مصاري يأكل وعايش حياة سعيدة لأنه يعيش بقناعاته وبطبيعته وهذا الكلام أنا ما أريد أن أقوله أرجو من جميع الإعلاميين الذي يعرض عليهم الفلوس من أوروبا ومن أمريكا ومن بعض الناس أنه يستشيروا قبل أن يستلموا هذه الفلوس يذهبوا إلى أقصائيين بعلم النفس ويسألوهم هل هذه الفلوس ستعطيني سعادي ومحبة وطولة عمر ورخاء؟ لأنه هاي دول الناس أنا أقول أرجو منهم أن يفعلوا هذا لأنه الإعلام هو أساس في حربنا وهو الشيء الثاني بعد المعركة العسكريين لأنه الإعلام بحرك الشارع والشارع هو ذخيرة المقاومة ونحن وجدنا في كل دول العالم أنه تحرك الشارع بيعطي نتائج الولايات المتحدة إن كفاءها ليس فقط بالضغط العسكري كمان بالضغط الإعلامي والضغط المصلحي لأول مرة في تاريخ أمريكا عندك مرشحين اثنين كمالة هاريس وترامب إسرائيل ليست أولوياتهم أمريكا أولوياتهم رغم أنه كمالة هاريس تأتي من الحزب الديمقراطي اللي هلأ صار أكثر من نصف الحزب الديمقراطي ضد إسرائيل علنا وشاهدناهم بالمظاهرات لأول مرة لما كنا في واشنطن لأينا أنه عداد هائلة من اليهود يعني أنا استغربت قديش في يهود وقفين رفعين أعلام فلسطين وبيقولوا هذه الدولة الإسرائيلية يجب أن تزول لأنها لا تمثلون الشيء الآخر اللي عم نقوله كمان أنه الحزب الديمقراطي تاريخيا هو الحزب الذي يدعم إسرائيل بدون أي شيء يعني بدأوا يشعروا رموز الحزب الديمقراطي التقليديين الصهيونيين مثل هيلاري كلينتون بيل كلينتون بيلو سي بايدن أنهم معزولين داخل الحزب هني قيادي للحزب لإليت تعون الحزب بس بيأكلوها قتلك اليوم من القاعدة والقاعدة أصبحت تتبثل أكثر من النفس داخل الحزب الديمقراطي لمصلحة القضية الفلسطينية فرجائي على كل الناس العرب اللي قاعدين ببيوتهم من إعلاميين أو من ناس قاعدين ببيوتهم لأنه خايفين من المخابرات يجيون وإذا تلعبوا بمظاهرات لا تخافوا عيشوا بما تملي عليه طبيعتكم إذا كنتوا من الناس اللي السرسرية والحرمية واللي بتحبوا تاخدوا شي من هون وشي من هون عيشوا بهذه الطبيعة بتكونوا مبسوطين ولكن أكثرية الناس مش هيك ويعني رجائي من الشباب العربي أن يكونوا أكثر جرأة وأكثر واللي ما مصدقني يستشيروا مستشارين نفسيين شكرا لكم جميعا شكرا لكم جميعا شكرا لكم جميعا